اشتركوا في القناة طبعا في الشوت الاول هنتكلم معها مع نجومنا الكبار ولكن في بعض النقاط الفنية مهمة جدا 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 للنادي الاهلي لازم يستغل لها الشوت التاني برضو هنتكلم فيها مع نجومنا الكبار ولكن بعد الفصل برحب بكم أول تاني عزيزان مشاهدين كابتن شريف التعادل سالبي في الشوت الاول وأعتقد نتيجة منطقية بالنسبة لحدث الشوت الاول يعني منطقية بس احنا مضايعين حوالي ثلاثة جوار احنا مضايعين انفراضات يعني كرة حسين الشحات دي الكرة التانية اللي لعبناها وان تو وان تو الى وسطة الحسين الشحات في الاخر وتأخر في التصويب وكان لازم امام عشور يصوب من غير العادلة وكلام من الاول على طول في اي حتة في الارض دي جن في الارض دي جن عندك برسيتاو احنا خمسة على اتنين لو لعبها ناحية اليمين جا ثلاثة راحين لجن بحضور انت عندك لما بتضغط زي ما قلتلك انا من اول المباراة لما بتضغط عليهم هم مش الانياب او اللي احنا شايفينها برضو مفيش حد بيروح ناحيتك يناك الا بميز باص من عندك ولا انا غلط انت لما بتلعب باص بتضرب فرقتك كلها او بتعمل مراوغة فيها ريسك وفرقتك كلها هجمة الكرة بتترد عليك طبيعي جدا انك انت حتلاقي الفرقة دي عندك في الناحية التانية طبيعي جدا ان فرقة زي دي بتلعب على الارضها وجماهيرها وفي نفس الشكل ده ومغلوب تلاتة المطشي اللي فات انه حتشوفه مرة او مرتين او تلاتة او اربعة عندك في الناحية التانية انما ثباتك انت وامتصاصك وهدوءك هو ده اللي بيخليك انت اللي عندك بكرة انت تدرك بكل السكة انا شايف ان هده اتنين عندهم سكة كويسة او ديانجو ومرون عطي الاثنين دون عاملين يتمبوا كده اقع في نص المنعب مطمنين نشوانه بيقطعوا صح بياخدوا كلها بيسلحوا كل اخطاء الناس اللي قدامهم كلها الوعفة نفسها اللي بعمولة قدام الاربعة بتوعك منع اي خطورة من الناحية حتى لما بيحاولوا بيخش عليك عشان يشوتوا ويعملوا حاجة هم بيدبدبوا وراهم لاخر حاجة الفاول اللي حصل على ياسر ابراهيم فانت مملكش سعوبة خالص النهار الشوت التاني لازم يعني امام عشور انت شفت المطشو ودخلت في الاجواء اشوفك بقى الشوت التاني حاجة تانية خالص ده الفرق الوحيد معنا في المجورة العشرة كوم وانت النهاردة امام عشور كوم لوحدك انك انت بتدتخلص مباراة انا شايت بتفرج على المطشو من ناحية المين مش انت مش ده اللي انا في دماغي والذي يكون ليه شكل الشوت التاني ايجابي اكتر من كده الراجل ده لو عمل تحركات من بتاعته خدل المأخذ الجد انت باذن الله يكون لك السلام يا رب ان شاء الله كابتن اسامة شوت متكافأ ولو ان انت كان لك وجهة نظر ان هم مسيطرين شوية على نص الملعب وده وطع طبيعي يعني هو انا شايف نص ملعبنا مفتوح امام بعيد خالص النهاردة بيلعب بديانجو وماروان قدام رامي وياسر وقدامهم ماروان عطي امام عشور حلق باش باين مش باين ثانيا المسافات اللي كنا بنتكلم فيها واسامة قالها تقارب الخطوط المسافة مفتوحة قوي بين كهرباء وبين رامي ربيعة واسعة جدا فهم بيخترقوا في نص الملعب بسهولة جدا وبالذات في الجانب بتاع علي معلول كمان لما بينقلوا بيتحركوا في دارة علي معلول كتير جدا وعشان كده عملوا اربعة كورنر في شطة وان منهم تلاتة من ناحية علي معلول واكتر من كرة عرضية لكن التعامل في جوة 18 اكتر من موقف ياسر ورامي غطوا كويس لكن هم ليهم انفراد الشنوات اللي أحب رجلوا وواحدة عدت علي معلول والمهاجم حطاها مش الجنب العالم احنا لنا طبعا كورة حسين الشحات هدف مؤكد 100% وفي بورة لإمام وكهربا مع بعض إمام كان فيها سوق تصرف في النهاية ماشي انت عندك ميز بس شوية وسانيا الخطوط لازم تبقى أقرب من كده أنا حاسس ان كهربا وحسين الشحات وإمام في وادي والجزء اللي وراه في وادي يعني بعاد أو الملعب مفتوح عشان كده لازم يلموا الملعب شوية وانا شايف ان إمام عشور يلعب ناحية رغم انه ما بيحبش ديانج يلعب ناحية اليمين هو بيلعب الاثنين في العمر إمام يلعب ناحية الشمال شوية زي ما بيحب يلعب ويلعب عادي بقى ديانج ناحية اليمين ومروان هو اللي في النص وديانج بقى يبقى برضو ميل شوية لأن أنا شايف ان إمام ملغي خالص مش باين في الجزء مش لامي من نص الملعب كويس فنتمنى ان شوت تاني يبقى أفضل لكن الحمد لله ان النتيجة برضو ماشية كده صفر صفر وان شاء الله نخطى في الشوت ان شاء الله بإذن الله كابتن عادل سريعا رؤيتك الفنية لأحداث الشوت الأول وعايز أتكلم عن نقطة مهمة جدا يعني أنا لاحظتها الشوت الأول الشغل كله من فريق يونج أفريكانز ناحية علي معلول أنا شايف ان هاني ورقة ربحة كويس جدا 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 ممكن تستغل بصورة أفضل من كده خصوصا في ناحية النقل اللجوم من بشرة يعني هاني حطته فاضية خالص يعني تقريبا ولا بيدافع ولا بيهاج فالمفروض يبقى يعني الأداء الهجومي عن دهاني لازم يتطور أحسن من كده الشوت التالي أنا أردت يا كابتن أنك تعدل في الملعب فياجب أنك تعدل في نص الملعب هتعدل الشيء نص الملعب عندك نص الملعب عندك إما معشور ما بيعملش الوجيب الدفاع مع علي معلول علشان كده هم بيهاجم من عند علي معلول الحاجة الثانية مروان عطية لازم يميل شوية عند علي معلول حتى مروان كمان بيميل ناحية اليمين شوية فياجب أنك أنت مروان عطية من ناحية اليمين حياتة محمد هاني اللي أنت بتتكلم عليها دي يا كابتن أيمان والشغل كله نحتعلي معلول المهم أنك أنت اتهاجم من المكان اللي هم بيهاجموا فيه يعني أنا بتكلم أن علي معلول بيهاجم لكن الميل اللي احنا بنميله احنا ما بنعملش الميل علشان كده اللي بيعمل الميل يصير زباكات حاجة التانية المهمة العمق الدفاع اللي عمله رامي وياسر كبير قوي علشان كده عشان السرعات يمكن هم عاملينه عشان السرعات بتاعتهم اوكي أنا موافقك ولكن عشان لما تيجي تعملها ما يجب أنك أنت نص الملعب مع المهاجمين يبقوا نزلين لتحت شوية لأن فيه فجوة كبيرة قوي فوس الملعب ولكن في الآخر الفرقة فرقة يعني محتاج أنت تعمل لهم حاجتين بس عشان تكسبهم وتكسبهم كويس بر محتاج أنك أنت تمتلك نص الملعب هم بيلعبوا كورة كويسة بيلعبوا كورة ما فيهاش استعجال علشان هم واقفين كويس فوس الملعب تلو وقفت كويس فوس الملعب فيجب أنك أنت تعمل تغييره في الوقت الحالي أهم تغييره عندك هو قفش علشان يقدر يمسك لك نص الملعب طيب كابتن وسامة كابتن شريف عن عدس شوط الأول قال لك أن الفريق في المتناول نتيجة لحد دلوقتي يعني تعتبر جيدة مش عايزين نقول جيدة لأننا بنلعب على المكسب الآن منطقي مقبولة يعني شوط الثاني ميسر كولر حيحافظ على نفس التشكيل حيلعب بنفس الأسلوب ولا ممكن يضغط على فرقة يونج أفريكانز من البداية الشوط الأول شوط متوازن 45 ديه فيهم توازن من النادي الأهلي صحيح سواف النواح الدفاعية أهم نقطة النهاردة قلت أن حسين الشحات يرجع يعمل التخطية مع علي معلول بيرسيته ويرجع محمد هل النهاردة واضح أن رجوع الوينجين وبيعملوا الشكل الدفاعي بس هو ما فيش خطورة قوي ناحية محمد هان ما فيش خطورة من ناحية محمد هان كل الشغل بتاعيان من ناحية علي معلول عشان كده محتاجين ماروان أعطيها أنه يميل شوية ناحية الشمال عشان يقفل مع علي معلول النهاردة كولر موظف اللعيبة 4-2-3-1 يعني ديانج جنب ماروان أعطيها 2-6 بلعبه صراح في قلب الملعب ده مدي تغطية وأفضلية اللي وقفت الناد الأهلي وكمان لديانج اللي عدلته في الملعب اللي كان مفروض بقى يعمله إمام عشور وهو بيلعب قدام الناس إمام عشور الكورة كل ما ماروان أعطيها بيستلم أو أليو ديانج بيستلم عايز ياخد في مساحة قدام طاير على طول على قدام لا الأول لازم أبدأ أجمع لعب في روص الملعب أقرب من ماروان أعطيها أقرب من أليو ديانج أقرب محمد هاني أقرب من حسين الشحات أقرب من علي معلول لازم أقرب الأول ناحية الكورة نفس صريحة لعب أفشا أجمع لعب الأول أجمع لعب وبتظهر الصغرات اللي بينطالق فيها بقى الوينج في الطرف الثاني أو محمود كهرب هو ده عملية الربط اللي محتاجين إمام عشور يشتغل فيه في شوت الثاني لو نزل نفس صريحة لعب أفشا أقرب من الناس كلها هيبقى أفضلية لنادي لها الشوت الثاني وهيبقى فيه فرص تانية إن شاء الله ممكن نادي الأهل يحسب المباراة لكن مباراة في المتناول ممكن لنادي الأهل إن شاء الله بالتفاصيل الصغيرة دي يقدر يعني يحسمر إن شاء الله شوت الثاني بإذن الله رب العالمين يكون الحسم شوت الثاني للنادي الأهلي كل توفيقًا إلى نادي الأهلي شوت الثاني بإذن الله لتحيير فوز حت reached the poll نهاية حدث المباراة انتظروه اشتركوا في القناة